اهلا بحضراتكم في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع ايام قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دوراته الاولى والتي تقام الاربعاء المقبل 21 سبتمبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين وقبل ايام من انطلاق المهرجان خلينا نستعرض مع بعض اعضاء لجنة التحكيم صناع المهرجان كشفوا عن تعيين المخرجة انعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم الدورة الاولى من هذا المهرجان كما تتكون لجنة التحكيم من الفنان احمد السقى والفنان محمد ممدوح بالاضافة للمخرج تامر محسن والفنان صبري وايضا السيناريست حاتم حافظ والمصور السينمائي سامح سليم والموسيقار الكبير راجح داود والنقدة الفنية خيرية البشلاو كما كشف الدكتور اشرف زاكي نقيب المهنة التمتلية في مدخلة بتلفزيون اليوم السابع عن استعدادات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الاولى قائلا كلنا على قدم وساق في النقابة وشركة بي او دي استعدادا لافتتاح الدورة الاولى من تجهيزات المسرح والمكرمين وارسال الدعوات للضيوف والفائزين ونتمنى ان يخرج المهرجان بشكل يليق بمكانة الدراما المصرية واضف اشرف زاكي لدينا اكثر من فعالية فمثلا لدينا لحظة انسانية وهي تكريم الوفاء ونكرم خلالها الفنان الكبير صلاح السعداني والمخرج الكبير جمال عبد الحميد والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد الاول وايضا تكريم المنتج الراحل ممدوح الليثي وتابع اشرف زاكي لدينا فكرة بعنوان شكرا اسعدتونا وهي لحظة وفاء لجيل من العظماء وايضا فكرة نجوم خلف الكاميرا ونكرم خلالها فنيين ومخرجين منفدين وايضا لدينا جائزة الابداع التي تمنحها نقابة لبعض الرواد تقديرا لمشوارهم في الحركة الفنية ليس في مصر بحسب ولكن في الوطن العربي مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيوني اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم